مرحباً، في هذا الفيديو سنريك كيف تعزز ظهور موقعك الإلكتروني في نتائج الباحث عبر تشجيع المواقع الأخرى على وضع روابط لموقعك ومن خلال التفاعل مع عملائك والترويج لموقعك على شبكات التواصل الاجتماعي. في البداية، عليك أن تعلم أن نتائج محاولاتك لتحسين محركات الباحث تتأثر إلى حد كبير بما تفعله على موقعك وما يحدث خارج موقعك أيضاً، وهذا يتضمن ما يتم تداوله من تعليقات وأراء عبر موقعك في مواقع إلكترونية أخرى. حسناً، هناك طريقتان فعالتان للتحكم في كل هذا، وهما الروابط الخلفية ومواقع التواصل الاجتماعي. لنبدأ بالروابط الخلفية. يطلق هذا المصطلح على الروابط الموجودة في مواقع أخرى وهدفها توجيه المستخدم إلى موقعك الإلكتروني. فكر في الروابط الخلفية على أنها أصوات انتخابية، بمعنى أن تواجد روابط خلفية كثيرة تقود إلى موقعك يدل على أن الكثير من المستخدمين على شبكة الإنترنت يجدون محتوى موقعك جيداً وموثوقاً. أما محركات البحث، فقد ترى هذه الروابط على أنها دليل على امتلاكك موقع عالي الجودة وجدير بعرضه على الباحثين في صفحات النتائج. إذن، يمكن القول أن الروابط الخلفية مهمة لموقعك الإلكتروني، لكن كيف تحصل عليها؟ السر هو التركيز على الجودة وليس الكمية. كان أصحاب المواقع الإلكترونية في السابق يركزون على نشر أكبر عدد ممكن من الروابط الخلفية لتعزيز ظهور مواقعهم في نتائج محركات البحث. وفي بعض الحالات، كانت هذه الروابط إما لا صلة لها بمنتجات الموقع أو أتت من مواقع رديئة الجودة. ونعني برداءة الجودة المواقع الإلكترونية ذات المحتوى الضئيل جداً، والتي تم إنشاؤها فقط لعرض روابط خلفية لمواقع أخرى. وبالفعل، تنبهت محركات البحث لهذا الأمر وقامت بخفض قيمة المواقع الإلكترونية التي تحاول التلاعب بنتائج البحث، ما أدى اتباعاً إلى تراجع ترتيب هذه المواقع في صفحات النتائج. يعني هذا أن الروابط المؤدية إلى موقعك خطوة ممتازة طالما أنها مبنية على علاقة حقيقية مع المواقع الأخرى. إذن كيف يمكنك الحصول على المزيد من هذه الروابط الخلفية؟ أفضل طريقة هي إنشاء محتوى متميز على موقعك، بما سيدفع الآخرين إلى مشاركة هذا المحتوى مع جمهورهم من خلال إضافة روابط تقود إلى موقعك. يمكنك أيضاً تشجيع الآخرين على الكتابة عن موقعك ووضع الروابط له، وهذا ما يسمى بتسويق المحتوى في مجال تحسين محركات البحث. السؤال الآن، ما هو المحتوى الجيد؟ للإجابة، سنعود إلى مزرعة الخضروات والفواكه الطازجة. قد يكون المحتوى قائمة بأفضل عشر فواكه صيفية أو أفضل خمسة أطباق بالقرنبيت، لإنشاء محتوى جيد عليك معرفة عملائك المحتملين، وما الذي يبحثون عنه، وكيف يمكنك تقديمه لهم. حسناً، لننتقل الآن إلى الطريقة الأخرى التي تستطيع بها تحسين مكانة موقعك الإلكتروني، وهي شبكات التواصل الاجتماعي. تعمل محركات البحث على تصفح أي صفحة يمكنها الوصول إليها، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها لا تولي أهمية كبيرة بشكل عام لحجم شهرتك على مواقع التواصل الاجتماعي. مثلاً، إن الحصول على المزيد من الإعجابات أو المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي لا يعزز فرصة ظهور موقعك الإلكتروني في نتائج البحث. ومع ذلك، يبقى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي طريقة رائعة للحصول على عدد أكبر من المعجبين. فهي تروج لموقعك الإلكتروني ونشاطك التجاري من خلال مساعدة المستخدمين على اكتشاف محتواك وتشجيعهم على التفاعل معك. بالمناسبة، إذا أردت تعلم المزيد عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشاطك التجاري، لدينا درس كامل عن هذا الموضوع. باختصار، تحسين محركات البحث من خارج موقعك الإلكتروني يعد طريقة فعالة لتعزيز ترتيبك في نتائج محركات البحث. وأفضل طريقة لتحسين الصفحات هي إنشاء محتوى جيد يطفي المزيد من القيمة إلى موقعك ويشجع الزوار على مشاركته من خلال إضافة روابط له في مواقع التواصل الاجتماعي.